قضت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة تسعة متهمين في أربعة قضايا خاصة بالتحرش الجماعي بفتيات التحرير بأحكام تتراوح بين المؤبد والسجن عشرين عاما كانت نيابة العامة قد حالت اثنى عشر متهما في خمس قضايا للمحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجن عليهن بقصد تخويفهن والاعتداء عليهن كما وجهت لهم تهم احتجاز المجن عليهن وحصارهن داخل حلقة بشرية ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنيا بأن انهالوا عليهن ضربا واستباحة عرضهن محدثين إصابتهن